يوما بعد آخر تضيق الميليشيات الحوثية بحق الإنسان وتسعى إلى تعطل أي وجود للمنظمات والمؤسسات المحلية المرتبطة بحق الإنسان لكي تمارس الانتهاكات في حق الكثير من أبناء الشعب اليمني دون رصد أو محاسبة فبعد قيام الميليشيات برفض قبول الممثل المقيم للمفوضة السامية الحق الإنسان بصنعاء ومغادرة صنعاء بتوجيهات من قيادة الميليشيات أوضحت المصادر أن هناك خلافا كبيرا بين المفوضية الأممية وقيادة الميليشيات مرتبطة بالآلية التي تحاول فرضها الميليشيات على المفوضية السامية لحق الإنسان تتضمن اشتراط الحوثيين أن يتم إبلاغهم مسبقا عن أي نشاط أو تدريب أو أعمال للمفوضية في أي محافظة في اليمن بما فيها المحافظات المحررة وأضافت المصادر أن هناك خلافا سابقا متجددا بين قيادة الميليشيات وموثل المفوضية السامية لحق الإنسان بسبب امتناع الأخيرة تسليم نسخة من التقارير الحقوقية التي تتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرة الحوثيين قبل رفعها لمجلس الأمن والأمم المتحدة والطالب القيادة الحوثية مراجعتها ومعالجاتها ولفتت المصادر أن الميليشيات تسعى لفرض إملاءة على المفوضية تهدف لتحديد مصادر المعلومات من منظمات معنية بحق الإنسان أنشأتها الميليشيات لرصد الانتهاكات في اليمن توظف تقاريرها ضد خصومها وأشارت أيضا أن الميليشيات مارست ضغوطا كبير على ممثل فوضية وموظفيها بهدف إرغامهم على إعلان موقف من لجنة تقييم الحوادث المشكلة من قبل قوات التحالف لدعم الشرعية في الرياض وضربات الطيران خلال الحرب التي أشعلتها الميليشيات المدعومة من إيران وفي الأول من أكتوبر من العام 2019 منعت ميليشي الحوثي الإنقلابية دخول مسؤول حق الإنسان في الأمم المتحدة إلى صنعها ويعتبر وجود ممثل المفوضية السامية لحق الإنسان بصنعها أمر مقلق للميليشيات التي تسعى إلى تمسي ما يتعلق بحق الإنسان في مناطق سيطرتها ترجمة نانسي قنقر